ثمانية عشر عاماً مرت على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 بحجج واهية وتقارير كاذبة نتج عنه قتل وجرح وتهجير الملايين من العراقيين الحرية والديمقراطية والرخاء شعارات جوفاء كانت تحميلها القوات الغازية تخبئ خلفها تدمير العراق بشكل كامل دون رحمة فقد أطلقت إدارة بوش حربها بناء على كذبة نمقتها بوعود وهمية لكن هذه الحرب كانت أكبر كارثة إنسانية وسياسية واقتصادية في القرن الحادي والعشرين وفقاً لصحيفة ميليتري تايم الأمريكية فيما وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق الغزو الأمريكي البريطاني بأنه وصمة عار أخرى تضاف إلى تاريخ أمريكا وبريطانيا الأسود في استهداف الأمم والحضارات واستهداف أبنائها وثرواتها فقد أصبح العراق بعد الغزو من أكثر الدول خطورة بسبب انتشار الميليشيات الإرابية فيه وممارستها التغييب والقتل والتهجير وإيغالها في ارتكاب جرائم الحرب فما زال العراق تحت سطوة النفوذ الأمريكي المذل والتغول الإيراني الذي يجاهل أصحابه بكل وقاحة بأن العراق أصبح من الولايات التابعة له وأنه خط الدفاع الأول عن إيران بفضل أحزاب السلطة الحالية معظم المسؤولين الأمريكيين يعترفون أن الحرب على العراق كانت غير قانونية بحسب صحيفة ديفانس نيوز لكن الحرب قامت وما زالت تداعياتها وآثارها تلقي بظلالها على العراقيين لا سيما منبثق من حكومات تخدم المحتلين وتقتل وتهجر أصحاب الأرض بشكل ممنهج تم صناعته قبل سنوات من الاحتلال اشتركوا في القناة